أبرمت شركة الطاقة من خلال شركة طاقة انترناشنال بيفية تابعة والمملكة لها بالكامل اتفاقيات لبيع كامل حصة طاقة في حاقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق إلى شركة جونال اكسبلوريشن بارتنرز ويصدر العراق نفطة كردستان عبر خط أنابيب ينقل الخام إلى ميناء جهان التركي وهذا الخط مغلق منذ ما يقرب من عشرة أشهر ولا يزال يواجه تأخيرا إضافيا في تشغيره بسبب الخلافات مع المنتجين حول المدفوعات